ما الذي سيتحدث عنه رئيس الوزراء العراقي؟ هذا كان واضحا من تصريحاتنا اليوم للسيد مصطفى الكاظمي الرسمية قبيل هذا الخطاب الذي طبعا هو مرتقب تحدث عن العديد من الأمور أبرز هذه الملفات التي قال بأنه سيذكرها في هذه الكلمة هي مسألة الوساطة العراقية التي نجح العراق بحسب تعبيره في عملية الوساطة بين إيران وبين المملكة العربية السعودية كما تحدث الدكتور فؤاد حسين وزير الخارجية العراقي يوم أمس بأن الجولة الخامسة انتهت لهذه المفاوضات وأن هناك تحضير لجولة قادمة بين الدولتين وبالتالي تقريب وجهات النظر بين إيران وبين المملكة العربية السعودية سيساعد كثيرا على عملية الاستقرار في الشرق الأوسط للفترة القادمة خاصة إذا كان هناك نجاحا في العودة إلى الاتفاقية النووية مع إيران رغم المعاناة الكثيرة في هذه الاتفاقية النووية والمفاوضات إلا أن نجاحها مع الجهود التي لعب العراق دورا فيها في الوساطة سيلعب دورا كبيرا وستنعكس بشكل كبير على استقرار الشرق الأوسط وكذلك قد يفتح هذا بابا للعراق لكي يلعب دورا بما أنه نجح في هذه الوساطة ويتقدم كثيرا في هذه الوساطة أن يكون وأن يلعب دورا في وساطات قادمة بين إيران وبين دول عربية أخرى كذلك سيد مصطفى الكاظمي تحدث عن مسألة مهمة أخرى ألا وهي الورقة البيضاء وعن طبيعة الإصلاحات التي حققتها على المستوى الاقتصادي للداخل العراقي ولكن أهم نقطة وهو الأمر الأول الذي ذكره السيد الكاظمي اليوم هي مسألة الأزمة السياسية العراقية الحاضرة بين الإطار التنسيقي وبين التيار الصدري السيد الكاظمي وضح تماما بأنه سيدعو مباشرة من خلال هذه الكلمة إلى مبادرة حوار ثالثة بين هذه الأطراف وهي الإطار التنسيقي والتيار الصدري وطبعا بالنسبة للحوار ومسألة مبادرة الحوار التي يتحدث عنها السيد الكاظمي هي مدعومة بدعم كبير من العديد من الدول من خلال الاجتماعات التي خاضها على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة على سبيل المثال بلقائه مع أنتونيو جوتيرس وهو الأمين العام لطبعا الأمم المتحدة دعم مباشرة ودعم مباشرة أنتونيو جوتيرس الحوار الذي يبحث عنه أسيد الكاظمي لتحقيقه بين هذه الأطراف الإطار التنسيقي والتيار الصدري كذلك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نفس القضية دعم الحوار أيضا الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أيضا في البيان الصادر من المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي واضح جدا بأنهم يدعمون الحوار والتهدئة في الداخل العراقي وأهم من كل ذلك هي الخارجية الأمريكية المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيت برايس يوم أمس أكد بأن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم الحوار بين الأطراف المتخاصمة في الداخل العراقي ولكن هناك مشكلة وتحدي كبير يواجه مبادرات الحوار التي يطرحها السيد الكاظمي مبادرة الحوار الأولى لم تنجح لم تأتي بمخرجات حقيقية مبادرة الحوار الثانية التي ظهرت بهذا الشكل حاضرة العديد من القواء التي ترونها بهذا الشكل بحضور السيد الكاظمي بحضور رئيس الجمهورية بحضور رئيس مجلس النواب العراقي وحتى من الإطار التنسيقي ولكن المشكلة بأن التيار الصدري لم يكن حاضرا في طبيعة هذه النقاشات كما هو واضح المقعد الخاص بممثل التيار الصدري لم يكن حاضرا أبدا وليس واضحا إذا ما كانوا سيحضرونه في مبادرة الحوار الثالثة التي تحدث عنها السيد الكاظمي اليوم وهذا يعود لأسباب تحدث عنها قيادي التيار الصدري بشكل واضح أن التيار الصدري يقول لا داعي وعلى ماذا نتناقش مع الإطار التنسيقي واضح جدا أننا نطالب بشكل واضح أن لا يتمكن الإطار التنسيقي ولا نسمح للإطار التنسيقي بعقد أي جلسة في البرلمان إن حاول الإطار التنسيقي أن يحقق عملية أي جلسة في البرلمان العراقي فالمتظاهرين وجماهير التيار الصدري لن تسمح بهذا الأمر وبالتالي الإطار التنسيقي أيضا بالنسبة للتيار الصدري هم لا يريدونهم أن يشكلوا الحكومة بأي شكل من الأشكال الهدف الذي يبحث عنه التيار الصدري يريدون حل البرلمان والتوجه إلى انتخابات مبكرة هذا هو الأمر الوحيد الواضح حتى هذه اللحظة من خلال التصريحات القادمة من التيار الصدري أن هذه هي الطلبات التي يطلبونها وبالتالي واضح جدا أن الأزمة محتقنة ومحتقنة للغاية وكذلك ما يزيد صعوبة الأمور وما يجري في العراق هو بيان صدر بهذا الشكل من اللجنة المركزية التي تنظم تظاهرات تشرين وثورة تشرين أعلنوا بشكل رسمي بهذا الشكل الذي ترونه بأن هناك تظاهرات قادمة لثورة تشرين في الأول من أكتوبر باقي ثمانية أيام وسنشهد هذه التظاهرات أعلنوا تفاصيل هذه التظاهرات بشكل واضح إذا ما ذهبنا مثلا إلى العاصمة العراقية بغداد وذهبنا إلى المنطقة الخضراء حيث تحدث الكثير من التفاصيل والتطورات هذه هي طبعا الحدود التقريبية لطبعا هذه المنطقة الخضراء التي ترونها بهذا الشكل لكي نفهم ما الذي سيجري وأين ستكون تظاهرات تشرين بحسب الإعلان الذي جاءوا به عادة اعتدنا بأن نرى بأن ساحة التحرير وعبر جسر الجمهورية تأتي هذه التظاهرات من ثورة تشرين في عام 2019 من التيار الصدري عندما اقتحموا المنطقة الخضراء بهذا الاتجاه إلى مجلس النواب وكذلك اعتدنا أيضا أن نرى الإطار التنسيقي وجماهير الإطار التنسيقي أن يتواجدوا في هذه المنطقة بالقرب من الجسر المعلق من دون الدخول إلى المنطقة الخضراء هذه المرة بحسب الإعلان القادم من تشرين فإن الأمور ستكون في ساحة النسور هنا في هذا الاتجاه دعونا نتوجه مباشرة إلى هذه الساحة لكي نفهم طبيعة الضغط القادم من خلال هذا الإعلان القادم من هذه اللجنة المهمة جدا التي ستنظم هذه التظاهرات وأعلنتها هذه هي ساحة النسور التي ترونها بهذا الشكل في يوم واحد عشر التجمع سيكون في الساعة الحادية عشر صباحا بتوقيت بغداد والواضح تماما بتواجدهم هنا أيضا قالوا بأنهم سيدخلون إلى المنطقة الخضراء والواضح بأن هذه البوابة وهي بوابة الحارثية التي ترونها بهذا الشكل أو بوابة القادسية سيكونون حاضرين فيها وستتعرض إلى الكثير من الضغط إذن كيف من الممكن للقوات الموجودة في هذه المنطقة أن تتعامل مع هذا الأمر لحسن الحظ بأن هناك كثير من الممارسات الأمنية التي جاءت من القوات الأمنية العراقية في الفترة الأخيرة تمت بهذا الشكل تدربوا كثيرا على مسألة ساحة التحرير ساحة النسور في الكرخ في الرصافة وكذلك كانت هناك أنباء وصورا انتشرت من عدد من صفحات التليجرام التي هي طبعا تنقل صوت التيار الصدري نقلت هذه الصور التي ترونها بأن هناك وتحدثوا أن هناك نوع من المناورة أو الممارسة الأمنية التي جرت في داخل المنطقة الخضراء ليلة يوم أمس أو حتى اليوم من هذه الصور التي ترونها وقالوا بأن هناك ممارسة أمنية بالتالي تحضيرات كبيرة جدا من أجل ضبط إيقاع الأمور وأن لا تنزلق الأمور إلى أكثر مما أن تصل إليها وبالتالي هناك عبء كبير جدا مهام كبيرة جدا تنتظر العراق تنتظر رئيس الوزراء العراقي تجاه ما ممكن أن يحدث في العراق ولكن أيضا العالم خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لديه نظر بعيدة وينظر إلى قضايا كبير جدا العالم مجغول بها وهي مسألة روسيا وأوكرانيا التي ممكن أن تؤخر الكثير من الأمور أن تصعب الأمور على رئيس الوزراء العراقي السيد مصطفى الكاظمي كيف لذلك أن يحدث يوم غد على سبيل المثال من هذا الجدول الذي ترونه فأن يوم غد سيشهد خطابا وكلمة من الصين وكذلك كلمة من روسيا وكما نعلم أن هناك مشكلة بين الصين وبين تايوان تصريحات أمريكية مثيرة للغاية بأنهم سيستخدمون القوة والقوات الأمريكية ستكون جاهزة إذا ما فكرت الصين في عملية مهاجمة تايوان وكذلك في نفس الوقت أن في روسيا تحديدا الكلمة المرتقبة لسيرجي لافروف وزير الخارجية الروسية ستكون مهمة للغاية لماذا؟ لأن اليوم تحديدا بدأت عملية مهمة جدا في داخل أوكرانيا تحديدا في إقليم دونباس عندما نتحدث عن لوغانسك ونتحدث عن دانيتك ونتحدث عن زاباروجيا وكذلك نتحدث عن خيرسون اليوم بدأت عملية استفتاء تقوم بها روسيا في هذه المناطق التي ذكرناها لكم من أجل عملية انضمام هذه المناطق مباشرة إلى روسيا وهذا الأمر سيستمر لمدة خمسة أيام أي إلى الثلاثاء القادم ستنتهي عملية الاستفتاء بالضبط كما فعلوا مع شبه جزيرة القرم في عام 2014 والمشكلة هنا إذا ما تم الإعلام بأن الاستفتاء وافقت الناس على الانضمام إلى روسيا وأصبحت جزء من روسيا هذا يعني استقطاع ما يقارب 27% من الأراضي الأوكرانية إلى روسيا يعتبر تصعيد كبير مع التصريحات التي سمعناها من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي هدد باستخدام السلاح النووي وبالتالي الأمور لاحظ كيف أنها تذهب بهذا الاتجاه الكبير كذلك أن الملف النووي الإيراني يأخذ مساحة كبيرة من تصريحات الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن ومن التصريحات الأوروبية أنتونيو جوتيرس وغيرها مسألة كبيرة وخطيرة للغاية إلى درجة بأن هناك طلبا من الكونغرس الأمريكي الآن جاء من أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي مهمين ثلاثة أعضاء هم ماركو روبيو جيمز ريش وكذلك روب بورتمان قاموا بطلبا بهذا الشكل إلى رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل جروسي طلبوا منه أن لا يقبل بأي عملية إغلاق للتحقيقات التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ثلاثة مواقع وجدت فيها جزئات اليورانيوم إيران تريد إغلاق هذا التحقيق الولايات المتحدة الأمريكية رافض لهذا الأمر الآن الطلب من الكونغرس الأمريكي من هؤلاء الأعضاء المهمين الموجودين طبعا في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي عندما نتحدث عن جيمز ريش تحديدا أنها أرسلت إلى رفايل جروسي عليك أن لا تغلق هذا التحقيق وهذه واحدة من الأسباب التي تعقد مسألة العودة للاتفاقية النووية بل أن هناك أيضا نظرة كبيرة الولايات المتحدة الأمريكية وزارة الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات اليوم على إيران هناك عقوبات على مستويين بسبب ما يجري من التظاهرات الكبيرة الجارية في إيران التي ترونها بهذا الشكل المحافظات الإيرانية انفجرت بتظاهرات كبيرة بسبب طبعا مقتل إحدى النساء السيدات الموجودة بسبب مسألة مرتبطة طبعا في الحجاب تظاهرات حرائق انزعاج كبير جدا وهناك عقوبات أمريكية بسبب كما تتحدث الولايات المتحدة الأمريكية أن هناك قمعا لهذه التظاهرات ضد الشرطة وغيرها من هذه التفاصيل وكذلك وكي نفهم ما الذي يجري فيه الداخل الإيراني فإن شخصية مثل محمد السلمي كان قد تحدث هذا الرجل وهو مدير للمعهد الدولي للدراسات الإيرانية نشر خريطة من التاسع عشر من سبتمبر الحالي حتى يوم أمس عن طبيعة كيف توسعت هذه التظاهرات عندما ترى هنا الخارطة الإيرانية بالنقاط الصفراء هي نقاط التظاهرات وكيف انفجرت في التاسع عشر من سبتمبر كما تلاحظون لاحظ بالنسبة لهذا المعهد كيف نشر الانتشار هنا بدأت تنتشر النقاط الصفراء كما نلاحظ بهذا الشكل في العشرين من سبتمبر وبعد ذلك في الحادي والعشرين من سبتمبر كما تلاحظون انتشار كبير للنقاط الصفراء بهذا الشكل أصبحت تقريبا جميع المحافظات تنتشر فيها هذه التظاهرات وهنا لاحظ الانتشار الكبير الذي يأتي بهذا الشكل وكذلك يجب أن ننتبه أيضا أن بعد يوم غد ستكون هناك كلمات مرتقبة أيضا للإمارات العربية المتحدة وللمملكة العربية السعودية وهناك نظرة كبيرة لمسألة الطاقة وأزمة الطاقة التي تأتي طبعا في الداخل وهذا يعني أن الأزمة العراقية التي يبحث السيد مصطفى الكاظمي عن تحقيق الكثير من خلالها قد تكون صعبة للغاية في الفترة القادمة بالنسبة للعراق الحصول على الدعم لأن العالم يركز على هذه المسائل التي تحدثنا عنها ولكن هذا لا يعني بأن العراق لن يكون في موقع سهل في هذه أو سيكون مثلا في موقع غير مسموع أبدا بل أن هناك سماع وتصريحات في هذه المسألة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر